السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف يكون هناك محطة جديدة من محطات برنامج إضاءات غانونية ومحضرة اليوم ستكون بأنوان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة بحرين الإنجازات والتحبيات والتي سيقدمها سعارة المستشار نوار عبدالله المطوع مستشار شؤون حقوق الإنسان والتي تفضل المشكورة شكراً أخ خالد بسم الله الرحمن الرحيم أنا جداً سعيد اليوم بتواجدي في هيئة التشريع والرأي الغانوني وأشكرهم على هذه الاستضافة وأشكر جميع المشاركين معانا اليوم في هذه المحاضرة وإن شاء الله نكون على قد هذه المسؤولية وإن شاء الله نوصل لكم بعض المعلومات المهمة عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين أنا اليوم أتشرف أن أكون متواجد في بيت من بيوت حقوق الإنسان اللي هي هيئة التشريع والرأي الغانوني هذه الهيئة اللي رائدة على درب تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلونا نبدأ عرضنا بمقولة لسيدي جلالة الملك المعظم في إحدى المناسبات بمناسبة الاحتفال بالذكرى يوم الأمم المتحدة دائماً سيدي جلالة الملك المعظم في مناسبة يوم الحقوق الإنسان وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوجه كلمة سامية للمواطنين والمقيمين والعالم عن جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من ضمن الكلمات اللي وجهها سيدي جلالة الملك المعظم قال في قبل تقريباً عشر سنوات في 2013 قال سيظل انتهاج الديمغراطية وحقوق الإنسان جناحين طير بهم البحرين إلى أفاق المستقبل فدايماً سيدي جلالة الملك المعظم يوجه كلمة في هذه المناسبة للمواطنين والمقيمين عن جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان مثل ما قلت لكم سيظل انتهاج الديمغراطية وحقوق الإنسان هما الجناحين اللي طير بهم البحرين إلى أفاق المستقبل نحن نشوف اليوم أي خطاب حق سيدي جلالة الملك الله يحفظه لا يخلو عن حقوق الإنسان وهمية المواطن ودعم المواطن وأيضاً لا تخلو أي جلسة لمجلس الوزراء مواقر بعصة سيدي سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء إلا أن المواطن البحريني له حق من الحقوق تم التطرق لها في جلسة مجلس الوزراء والشيء الثاني يا جماعة أنه لو تبعون في وسائل التواصل الاجتماعي في الأخبار اليومية في الصحف يومياً في إنجاز يتحقق في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان دعونا نستعرض مع بعض قبل أن ندخل في موضوع اليوم اللي هو الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أبرز الإنجازات والمحطات الحقوقية في العهد الزاهر يعني خلال العقدان المزهران يعني خلال تقريباً أكثر من عشرين سنة اللي طافت منذ تولي سيدي جلالة الملك المعظم وغاليد الحكم تحققت بعض الإنجازات والمحطات الحقوقية المهمة قلنا نشوف على سبيل المثال من 2001 إن شاء المجلس الأعلى للمرأة 2002 نضمينا إلى مجموعة من الاتفاقيات اللي مثلا عندنا هنا اتفاقيات الغضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعني عدد الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان هي تسع اتفاقيات مملكة البحرين من ضمة إلى سبع وأيضاً يعني اليوم نضمان في مملكة البحرين إلى سبع اتفاقياتها شيء كبير في بعض دول عظمة ممكن منضمها إلى جوء إلى اتفاقية أو اتفاقيتين ولكن نحن اليوم في مملكة البحرين منضمين إلى سبع لو تشوفون في 2004 نضمينا البروتوكالين الاختياريين لاتفاقيات الأمم المتحدة للطفل 2005 تم إنشاء معهد التنمية السياسية 2006 و2007 هنا نضمينا حق أساس حقوق الإنسان اللي هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2008 تم إنشاء لجنة الوطنية مكافحة الإتجار بالأشخاص وبنقول لكم بعدين شنو البحرين واصلة في هذا المجال في 2009 تم إنشاء المؤسس الوطني لحقوق الإنسان مؤسس أحد الآليات الوطنية المستقلة اللي وفق مبادئ باريس في 2006 و2007 و2009 و2011 و2009 و2021 البحرين تم انتخابها عضو في مجلس حقوق الإنسان لم يتم انتخابها من فراغ ولكن تم انتخابها بسبب جهودها المتميزة في مجال حقوق الإنسان وآخر مرة كان في 2019 ل2021 عادت مملكة البحرين لموقعها طبيعي في مجلس حقوق الإنسان وإن شاء الله بعد مملكة البحرين تعتزم أنها ترشح لدورات قادمة في مجلس حقوق الإنسان في 2012 تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة تم إنشاء أمانة التظلمات في وزارة الداخلية وتم إنشاء لجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان لبرأسة سعادة وزير القارجية اللي تغير اسمها مأخرا إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا تم في 2013 إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين مملكة البحرين في 2023 بنتكلم عن بعض الإنجازات اللي تم التحققات في الفترة الأخيرة فوزها في عضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان في منظمات التعاون الإسلامي عن المجموعة العربية لأول مرة كأدولة عربية تفوز بهذه العضوية أيضا التقرير الخارجية البريطانية وأزال مملكة البحرين من الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان بنتطرق لهم الآن أكثر في إنجازات ومبادرات ومشاريع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية للعام 2023 فعلى سبيل المثال جمعنا مجموعة من الإنجازات اللي حب يعني أخليكم في الصورة قبل أن ندخل على موضوع الخطة الوطنية مملكة البحرين الحمد لله حافظت على الفئة الأولى في مجال مكافحة للتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي فإحنا لما نقول العام السادس على التوالي ما بسهولة اليوم دولة تحافظ لسنوات متتالية على إنجاز وتكون في الفئة الأولى وإحنا اليوم في مملكة البحرين نفتخر بإدارتنا لهذا الملف في مكافحة الإتجار بالأشخاص ومحافظتنا على الفئة الأولى وإن شاء الله هذا العام نواصل للعام السادس على التوالي نحافظ ونكون في الفئة الأولى وفقا لهذا التقرير مثل ما قلت لكم قبل قليل أن البحرين اليوم خارج قائمة الدول الذات الأولوية لحقوق الإنسان وفقا لتقرير الخارجي لبريطانية الأخير الحمد لله الاتحاد الأوروبي أصدر تقرير مأخرا أشاد فيه بملف البحرين الحقوقي هذه جهود تبدلها سفاراتنا في الخارج وتبدلها أيضا وزارة الخارجية في إيصال الصورة الحقيقية ناصع عن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين نحن اليوم في قطاع حقوق الإنسان أيضا عندنا حوارات استراتيجية من خلال هذه الحوارات استراتيجية نبرز ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان مثلا عندنا حوار مع الجانب الأمريكي عندنا حوار مع الجانب الأوروبي وعندنا حوار مع الجانب البريطاني هذه الحوارات لا تقتصر على ما تم إنجازه ولكن هناك تدريب وتدخيف وورش عمل تقام تعاون مع هذه الجهات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين عندنا حوار مع الجانب الإماراتي ونفتخر اليوم عندنا حوارات مع مجموعة من الدول ولكن جانب الإماراتي عقدنا معهم حوار لتوأمة برامجنا وإنشاطتنا وفعالياتنا لتوحيد الرأى في كل الأمور التي تتعلق في مجال حقوق الإنسان أيضا لإقامة بعض الفعاليات والأحداث الجانبية على مستوى مجلس حقوق الإنسان مع بعض فمستمرين نحن في هذه الحوارات الاستراتيجية مع جميع الدول السنة اللي طافت ناقشنا التقرير الدوري الرابع بشأن نقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والسيداو أيضا رفعنا تقريرنا الثاني إلى لجنة المثاق العربي لحقوق الإنسان فأحنا اليوم ملتزمين أول بأول في تقديم تقاريرنا لكل الاتفاقيات الدولية التي ينضميننا لها وهنا أشكر جميع الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين على تعاونها مع وزارة الخارجية في أعداد مثل هذه التقارير المهمة التي ترفع إلى الجهات الدولية على مستوى مجلس التعاون الإنجاز الكبير الذي تحقه هو أقرار استراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخارج العربية وهذه الاستراتيجية تشمل مجموعة من المجالات المثنوعة سواء في تنظيم البرامج تدقيف في مجال حقوق الإنسان إقامة الدورات إقامة الأحداث الجانبية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان وكان آخرها تم تنظيم فعالية بناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المستوى العربي سيدي جلالة الملك المعظم صادق مأخرا على قانون رقم 25 لسنة 2023 بتعديد مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة النتاق العربي لحقوق الإنسان وإحنا اليوم من أوائل الدول التي صادقت على هذا القانون ومثل ما خبرتكم في السلايد القبل عن فوز مملكة البحرين بعضوية الهيئة المستقلة الجائمة لتابعة لمنظمات التعاون الإسلامي عن المجموعة العربية أيضاً إحنا في وزارة الخارجية نرد على البلاغات التي توصلنا من المقررين للخلاص يعني اليوم في الأمم المتحدة أكثر من خمسين مقرر خاص في أكثر من موضوع سواء موضوع يتعلق بالطفل موضوع يتعلق بالتعديم موضوع يتعلق بالاختفال قسري التمييز وغيرة غيرة من المقررين إحنا استلمنا السنة لطافة 14 بلاغ وتم الرد على كل هذه البلاغات بالإثباتات كل موضوع تم الرد عليه بكل ما يلزم من الرد أصدرنا السنة لطافة دليل منظومة حقوق الإنسان اللي يشمل على كل التشريعات والقوانين والاتفاقيات اللي انضمت لها مملكة البحرين وعلشان تكون اليوم مرجع لكل أحد أو لكل شخص يرقب أن يشوف مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين أيضاً أطلقنا السنة اللي طافت مشروع طريج حقوق الإنسان اللي بنتكلم عنه شوي بالتفصيل خلال عرضنا اليوم اللي هو الطريج أن يكون يشمل مجموعة من الجهات المعنية في مجال حقوق الإنسان واللي من خلالها يمكن للزائر أو الضيف أو المواطن أو المقيم أن يتعرف أكثر على ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان أيضاً السنة اللي طافت احتفلنا واحتفلنا بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مملكة البحرين قدمت رزنامة فعاليات خلال هذه المناسبة كل الوزارات شاركت في تنظيم نجموعة من الفعاليات اللي تبرز إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان أيضاً بريد البحرين أصدر طابع بريدي بهذه المناسبة وبراويكم بعد قليل قصة هذا الطابع رفعنا التغرير الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023 إلى مجلس الوزراء ونحن اليوم موضوعنا الرئيسي الخطة الوطنية اللي بنتطرق لها بشكل مفصل هذه الخطة اللي الحمد لله حصلت على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية كأول جهة على مستوى العالم في مجال حقوق الإنسان تحقق هذه الشهادة واتطبق هذه المعايير الدولية في الحصول على هذه الشهادة أيضاً نظمنا على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي حدث جانبي يبرز دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إنشاء مفوض حقوق الطفل واليوم نحن كأول دولة على مستوى المنطقة تنشأ هذا المنصب الهام وعرفنا دول العالم أهمية وجود مثل هذا المنصب ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الجانب عقدنا مجموعة من الورش العمل المتخصصة كانت عبارة عن مجموعة من الدورات تقدموها جامعات بيرطانية وغيرهم كانت عن تقارير لجانب دولي المعنية بحقوق الطفل تدريب مؤسسات المجتمع المدني وهنا أنا أركز أكثر على هذا المجانب اليوم مؤسسات المجتمع المدني شركاء أساسيين معانا في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين دائما على تواصل إحنا معاهم في تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة دورهم مهم اليوم في مجال تعزيز حقوق الإنسان فإحنا عملنا على إقامة مجموعة من الدورات بمؤسسات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إعداد وكتابة مثلا التقارير الخاصة في هذا المجال وأيضا وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع وزارة الخارجين نظمت ورشة عمل متميزة عن الإجراءات والآليات الدولية في حقوق الإنسان في لما احتفلنا بمناسبة الـ 75 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قلنا يعني خلنا نصدر طابع تحتفي فيه البحرين بهذه المناسبة يعني إعلان عالمي صار لـ 75 سنة تفاجأنا لما اجتمعنا مع بريد البحرين أنه شفنا مملكة البحرين في عهد الشيخ عيسى الله يرحمه حاكم السابق أنه أصدرت طابع بريدي بمناسبة مرور 25 سنة على الإعلان العالمي أصدرته في 1 ديسمبر سنة 73 يعني بعد الاستقلال بسنتين شوفوا مدى اهتمام مملكة البحرين بالإعلان العالمي ومدى اهتمام البحرين بحقوق الإنسان نحن نتكلم عن سنة 73 أصدرنا طابع فقمنا نحن في سنة 2013-2023 أصدرنا أيضا طابع يأكد ويبرز ما تم إنجازة في مملكة البحرين ولما سعادت وزير الخارجية في جنيب والاحتفال الحدث الرفيع اللي أقيم في جنيب مناصبات الذكرى الـ 75 قدم للمفاوض السامي لحقوق الإنسان نسخة من الطابع البريدي اللي أصدرته مملكة البحرين سنة 73 مع نسخة من الطابع البريدي اللي أصدرته مملكة البحرين في سنة 2023 فهذا يبرز وهذا يدليل على اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان هذه النسخة من الشهادة اللي حصلتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في المسؤولية المجتمعية اللي هي شهادة الآجز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين مثل ما تعرفون أعلان فيينا سنة 1993 اللي هو المؤتمر الدولي الخاص بأعلان فيينا أوصى الدول أنها تنشئ أو تصدر خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان أيضا مملكة البحرين خلال استعراضها الدوري لتوصيات الو بي آر اللي هو آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جينيب حصلنا بعض التوصيات من الدول أن أنتوا يا البحرين ليش ما تسوين لكم خطة وطنية لحقوق الإنسان فإحنا الحمد لله في مملكة البحرين قبلنا بهذه التوصيات وقلنا خلنا اليوم نسوي لنا خطة وطنية متكاملة في مجال حقوق الإنسان الحمد لله احنا اليوم أول دولة خليجية تطلق خطة وطنية سادس دولة على مستوى المنطقة عندها خطة وطنية ونفتكر اليوم أننا خطتنا الوطنية قاعدين ندرب مجموعة من الدول من خارج مملكة البحرين وجهات من خارج مملكة البحرين في عداد خطة وطنية سواء على مستوى الدول المجلس التعاون أو على مستوى الدول العربية أو أيضا على مستوى الدول الأوروبية اللي طلبوا من مملكة البحرين يعطونا قصة نجاحا في أعداد مثل هذه الخطة الوطنية علشان نشوف مدى الشغل الكبير اللي قاعد يصير شن صار هذه الشغل عشان نطلع اليوم بخطة وطنية متكاملة نشوف مع بعض يعني أن عدد المشاركين في أعداد هذه الخطة تجاوز 1700 شخص 168 ورقات عمل قدمت في الفترة اللي تمت خلال السنتين الماضيتين قبل تجشين الخطة الوطنية في أعداد هذه الخطة الوطنية أكثر من 300 دبلوماس من وزارة الخارجية ساهم في أعداد هذه الخطة سفارات بحثات مملكة البحرين في الخارج السفارات الأجنبية الموجودة في البحرين أعضاء من السفارات شاركوا في أعداد مسودة هذه الخطة الجهات الحكومية في مملكة البحرين مكاتب الأمم المتحدة مراكز البحوث والدراسات أيضاً ما نسينا السلطة التشريعية نواب الشورى ساهموا بصورة كبيرة في أعداد مشاريع هذه الخطة الوطنية أيضاً ما نسينا الأكاديميين والطلبة الجامعات السفارات الأجنبية المعتمدة داخل مملكة البحرين أيضاً شاركت في أعداد هذه الخطة القضاء رجال إنفاذ القانون فنحن نتكلم عن سلطة انبيطية نتكلم عن سلطة شرعية نتكلم عن سلطة قضائية الكل ساهم في أعداد هذه الخطة الوطنية أيضاً الإعلاميين والصحفين لهم دور كبير ممثلي المجتمع المدني والنقابات أيضاً لهم دور جداً مميز ما استغنيننا عنهم مثل ما قلت لكم في البداية أننا اليوم استفدنا من وجودهم في أعداد هذه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان طلعنا في النهاية ب311 توصية هذه التوصيات التي كانت عبارة عن المحاور الرئيسية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان كان هناك عندنا محور خاص في الحقوق المدنية والسياسية عندنا محور خاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندنا محور خاص بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وعندنا محور خاص بحقوق التضامن يعني صارت عندنا أربعة محاور رئيسية تحت هذه المحاور 17 هدف رئيسي وأربعة وثلاثين هدف فرعي ولكن المهم اليوم المائة واثنين مشروع فلما رفعت هذه الخطة إلى مجلس الوزراء الموقر وأقارها في أبريل 2022 بدأنا في وزارة الخارجية بصفة وزارة الخارجية عندها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء مكتب في الوزارة معني بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية فإحنا اليوم نتكلم عن مائة واثنين مشروع مطالبين في مملكة البحرين كالتزام وطني قبل لا يكون التزام دولي أن نحن اليوم ننفذ التعهد اللي أعلننا عنه أن نحن اليوم ملتزمين فيه فبدأ بدأ المكتب وزارة الخارجية في متابعة تنفيذ هذه المشاريع اللي بنتطارق لها بعد شهر باختصار شنو هي الخطة الوطنية هي عبارة عن مشاريع مثل ما قلنا 102 مشروع يتناولون مجموعة من الجوانب والمواضيع المعنية على سبيل المثال فيه مشاريع تخصى التدريب فيه مشاريع تخصى التدخيف فيه مشاريع في بناء الغدرات فيه مشاريع في مراجعة القوانين عشان نشوف قوانين هل هي تتلائم مع حقوق الإنسان ولا لا في الجهات والوزارات اليوم في مملكة البحرين قاعدة تراجع قوانينهم وتعدل على قوانينها بالتعاون مع السلطة التشريعية في أنها تكون قوانين خلنا نقول صديقة لحقوق الإنسان ومطبقة لحقوق الإنسان ومعززة لحقوق الإنسان من ضمن أيضا المشاريع الموجودة في الخطة الوطنية برامج تلفزيونية حملات إعلامية دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال التدريب والتقيف ويعني تطوير عملهم أيضا من مشاريع الخطة هي ورش عمل ساقل قدرات العاملين في مجال انفاذ القانون في مشاريع تتعلق بالطفل مشاريع تتعلق بكبار السن مشاريع تتعلق بالأشخاص ذوي لعاقة أيضا مشاريع تتعلق بالسلام والأمن العالمي نحن اليوم بلد سلام دائما نأكد على هذه الجانب وهي من سياسة مملكة البحرين الخارجية أيضا عندنا مشاريع تتعلق بالتغير المناخي مشاريع تتعلق بالبيئة فمشاريع تتعلق أيضا بالحقوق الرغمية فمثل ما تشوفون هذه باختصار الخطة الوطنية لحظة الإنسان وما تحتويه من مشاريع سواء الأشياء التي تتعلق بالمناهج والمدارس والصحية والقدمات الإسكانية فإحنا اليوم قطينا من خلال هذه الأربعة محاور كل هذه المواضيع اللي موجودة اليوم في خطتنا الوطنية فعلى سبيل المثال 30% من هذه المشاريع هي عبارة عن تشريعات 40% من هذه المشاريع هي عبارة عن بناء قدرات و30% من هذه المشاريع هي تطوير مؤسسات هذه السطة هي ثمرة جهود قامت بها وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والمؤسسات المجتمع المدني وفريق العمل اليوم حرص على أن هذه الخطة الوطنية التعبر عن تطلعات الجميع وتعزز ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين فلما نقول اليوم 30% من مشاريع الخطة الوطنية هي عبارة عن تشريعات فهنا هي دور السلطة التشريعية في سن القوانين اللي تعزز حقوق الإنسان واليوم في السلطة التشريعية عندنا قانون الإعلاء وقانون الصحافة وإن شاء الله بيكون هناك عندنا قانون عصري في هذا المجال وعندنا قانون الصحة النفسية من ضمن القوانين الموجودة والمدرجة على مشاريع الخطة الوطنية لما نتكلمنا عن 40% من مشاريع الخطة الوطنية في بناء القدرات فحنا نتكلم عن تمكين المواطن البحريني في مجال حقوق الإنسان فاليوم عندنا مثلا مشاريع كثيرة تقدمها وزارة العدل ومشاريع تقدمها وزارة الإعلام ومشاريع تقدمها وزارة التربية والتعليم فحنا اليوم ركزنا على الخطبة والأمة في المساجد والمواطن ركزنا على المدارس والطلبة والمدرسين ركزنا على الإعلام كصحفيين وإعلاميين كتلفزيون كإذاعة كوكالات أنباء كسوشال ميديا فاليوم الخطاب الديني الإعلامي التربوي أسرع في الوصول إلى المواطن فاليوم خطاتنا عبارة عن هي خطة مستدامة خطة فيها فاعلية وخطة واقعية بالأرقام لنثبت لكم ما تم إنجازة بعد غليل في هذه الخطة اللي قلنا عنها هي خطة مستدامة ولها فاعلية واقعية المحاور الأربع اللي تطرقت لكم وخبرتكم عنهم قبل غليل فلما نقول عن المحور الأول اللي هو الحقوق المدينية والسياسية فحنا نتكلم عن حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي نتكلم عن مشاريع تعزز وتحمي الحق في حرية الرأي والتعبير نتكلم عن مشاريع توائم التشريعات من الوطنية توائم دستورنة نتكلم عن مشاريع في العدالة الجنائية والحماية الوطنية نتكلم عن مشاريع تدعم المأسسة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة مستقلة وأيضا مشاريع تدعم قدرات مأسسات المجتمع المدني فهذه المحور يتناول هذه الجوانب وهذه الأهداف الرئيسية لما نتكلم عن المحور الثاني اللي هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحنا نتكلم عن مجموعة من المشاريع في مكافحة التجارب والأشخاص مجموعة من المشاريع في الحقوق الرقمية مجموعة من المشاريع في الحق في العمل والتعليم والحق في الصحة والحق في السكن لما نتكلم عن الفئات الأولى بالرعاية احنا ما ننسينا الفئات الأولى بالرعاية وحطينا لهم مجموعة من المشاريع اللي هما دول يعاقة اللي هما دول عزيمة كبار السن وحقوق الطفل المحور الرابع اللي هو حقوق التضامن يمكن أغلبكم أول مرة يمكن يسمع موضوع حقوق التضامن ولكن هو محور جديد اليوم في هذا العالم اللي يعزز الحق في البيئة ويعزز أيضا السلام والأمن العالمي وحنا اعتبرناه من المحاور الرئيسية وحطينا له مجموعة أيضا من المشاريع المشاريع الأمية واثنين اللي تم استلامها من الوزارات وتم اقرارها في الخطة الوطنية هي على هذه يعني تقريبا نموذج عبارة عن جدول زمني لكل مشروع وتم وضع أيضا برنامج تنفيذي لضمان تحقيق هذه المشروع فالمئة واثنين مشروع وزعناهم على الجهات الرئيسية التي تنفذ هذه المشاريع فمثلا على سبيل المثال هذه مشروع حق وزارة العمل من اسم المشروع اللي هو إدماج فئة الأشخاص دوي العاغل لما دوي العزيمة في سوق العمل وتوفير فرص العمل الملائمة لهم حطينا الجهة الرئيسية وزارات العمل من هم الشركة جهاز الخدمة المدنية القطاع الخاص خلف التجارة في صناعات البحرين وحطناهم فترة زمنية أنتم ترى في 2023 لازم تكونون مخلصين هذه المشروع ومو بس مخلصين المشروع المشروع يكون مشروع مستمر سنويا في 2023 نحن نتابع معاكم في وزارة الخارجية ما تم منجازة في هذا المشروع ولكن كل مشاريع أنه هي مشاريع مستمرة لا تقتصر على الخطة الوطنية ولكن الخطة الوطنية مجرد مدخل أن تكون هذه المشاريع مشاريع مستمرة داخل هذه الوزارة أيضا حطينا فئة المشروع اللي هو التطوير مأسسات شنو أهمية هذا المشروع اللي هو زيارة نسبة دوي العاغل في سوق العمل أنا أحطيكم نموذج لمشروع من المشاريع الموجودة في الخطة الشيء المهم أن نحن اليوم وضعنا مقياس ومؤشر لقيس مدى التزام هذه الجهة في تحقيق هذا المشروع أطلنا لهم أن أنتم سنويا لازم يتواطمون 200 شخص فنهاية السنة أطلب من وزارة العمل أنه يتزاود اليوم المكتب الخاص بالخطة الوطنية في وزارة الخارجية بما تم إنجازه في هذا المشروع هذه على سبيل المثال ولكن نحن نطالب نتواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع في مملكة البحرين بما تم إنجازه من هذه المشاريع الشيء الحلو على سبيل المثال أن وزارة العمل استلمة منهم تغرير يقول أن اللي تم توظيفهم في السنة اللي طافت أكثر من 271 شخص تقريبا تم توزيعهم ذكور إناث الجهات اللي يشتغلوا فيها نوع الإعاقة هل قد إعاقة حركية هل قد إعاقة بصرية هل قد إعاقة سمعية وغيرها من الإعاقات ولكن لما نقول اليوم وزارة الخارجية نفذت المشروع 100% بالفعل يعني نحط النسبة 100% لأن شفنا في مؤشر الغياص أنها حققت وطافت وتجاوزت المؤشر المحدد فكل مشاريعنا اللي بنستعرضها في الخطة الوطنية أو النسب اللي بستعرضها لكن بعد قليل تبين نسبة الإنجاز فلما أقول أنا المشروع حقق نسبة 100% بالفعل المشروع حقق 100% والشخص اللي قرأت تقاريرنا السنوية يقتنع أن هذا المشروع يستحف أنه يكون 100% أنشأنا نحن في وزارة الخارجية منصة إلكترونية الهدف من هذه المنصة الإلكترونية أنه تدخل الجهات والوزارات اللي عندها مشاريع في الخطة الوطنية اللي حققه الإنسان تدخل وتدخل معلومات عن المشروع فلما نقول وزارة العمل عندها هذه المشروع ممثلين وزارة العمل عندنا اليوم يدخلون على هذه المنصة الإلكترونية ويزودون هذه المنصة الإلكترونية بما تم إنجازه من المشاريع اللي عندهم وهم اللي يحددون نسبة المشروع ما بحنا اليوم في وزارة الخارجية نحدد نسبة إنجاز المشروع لا الجهة هي اللي تحدد نسبة إنجازها للمشروع فلما شفنا جهة مثلا وصلت إلى 50% ننتابع معها علشان توصل النسبة المشرفة في تنفيذها لهذا المشروع فخلنا نأخذ ونستعرض معاكم مع بعض ما تم إنجاز إلى اليوم من مشاريع الخطة الوطنية لحفظ الإنسان للأعوام 2022-2026 المئة واثنين مشروع وزعناهم على الخمس سنوات في 2022 كان عندنا 14 مشروع في 2023 عندنا 26 مشروع وهذه السنة عندنا 24 مشروع نتكلم عن السنتين اللي طافوا وما تم إنجازها السنة 2022 اللي هي السنة اللي أقرت فيها الخطة الوطنية لحفظ الإنسان على الرغم أنها أقرت في أبريل إلا أن الوزارات بدت منذ غرار الخطة الوطنية في تنفيذ مشاريعها حتى 31 ديسمبر الحمد لله 12 مشروع من المشاريع حصلوا على نسبة 100% مشروع واحد كان نسبته 85% ومشروع واحد كانت نسبته 50% وإحنا شفافين وواضحين فالمشروع لما يوصل 85% يقول 85% ولكن الجهة اللي اليوم عندها مشروع نسبة 85% قاعدة تسعى أن هي يوصل المشروع إلى نسبة 100% وأيضا حتى المشروع اللي 50% خلنا أعطيكم تفصيل على المشروع 50% على سبيل المثال مجلس التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الأهلية كان عندهم مشروع المفروض يتنفذ في 2022 قطعوا شرط كبير في تنفيذ هذا المشروع والمشروع عبارة عن عقد نموذج لجلسات مجلس حوق الإنسان وجلسات الأمم المتحدة لطلبات الجامعات لتعريفهم أكثر بالآليات آليات أمم المتحدة طريقة ربيعة عمل الأمم المتحدة والمواضيع المدرجة في مجال حوق الإنسان داخل مجلس حوق الإنسان المجلس التعليم العالي مع الجامعة الأهلية قطعوا شرط كبير في تنفيذ هذا المشروع ولكن وقت تنفيذ المشروع تعارض مع الامتحانات التي تقام في جامعات المختلفة في مملكة البحرية لدينا تقريباً أكثر من 15 جامعات فتعارض تنفيذ البرنامج ولكن هذا لا يمنعنا أن نوقف على 50% ولكن مع التواصل مع المجلس التعليم العالي والجامعة الأهلية بيتم ترحيل المشروع إلى هذه السنة إن شاء الله ويتم تنفيذه الشيء الحلو أن نحن عندنا تقريبنا الأول حق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان شفنا مجموعة من الجهات قاعدة نفذ مشاريع وبرامج وأنشطة وفعاليات مختلفة في مجال حقوق الإنسان ولكن غير مدرجة اليوم في الخطتنا الوطنية فإحنا صح قاعدين نتابع إلى 14 مشروع ولكن شفنا 13 مشروع إضافي قاعدين ينفذون مثلاً وزارة الداخلية قاعدين ينفذون هيئة التشريع قاعدين ينفذ من قبل مجلس العلال البيئة وزارة التربية والتعليم وزارة الإعلام هما المشاريع ليس مدرجة اليوم في الخطة الوطنية ولكن هي مشاريع إضافية فيعني تم إضافتها إلى تقريرنا السنوي الأول كمشاريع إضافية نفذتها مملكة البحرين بالإضافة إلى مشاريع معتمدة في الخطة الوطنية السنة اللي طافت 2023 كان عندنا 26 مشروع 15 جهة تنفذ هذه 26 مشروع لأنه مثلاً بعض الجهات عندهم مثلاً 3 مشاريع لازم تخلصهم بعضهم مثلاً عندهم مشروعين بعضهم عندهم مشروع واحد الحمد لله 21 مشروع من الـ 26 وصلوا إلى نسبة 100% 5 مشاريع أكثر من 70% وحمد لله ما عندنا أي مشروع أقل من 50% ومثل ما قلت لكم نحن في سنة 2022 شاهدنا 13 مشروع إضافة في سنة 2023 كان عندنا 26 مشروع إضافة صار الضعف يعني شي حلو أن الكل قاعد ينظم مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات اللي تعزز والثقف في مجال حقوق الإنسان هذه السنة سنة 2024 نحن في يناير عندنا 24 مشروع بينفذون من قبل 13 جهة فبدأنا اليوم من خلال المكتب التنفيذي التابع لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية في التواصل مع الوزارات والجهات اللي عندها هذه المشاريع لمتابعة تنفيذها لهذه المشاريع علشان نصدر تقريرنا الثالث نهاية السنة يعني إلى اليوم الحمد لله تهينا من 40 مشروع من أصل 102 33 مشروع منهم صلوة إلى نسبة 100% 6 مشاريع أكثر من تقريبا 70% ومشروع 51% نحن اليوم في وزارة الخارجية أنعد تقارير نصف سنوية وتقارير سنوية ترفع إلى مجلس الوزراء عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برأسة سعادة وزارة الخارجية يتم خلال هذه التقارير إبراز ما تم إنجازها من قبل هذه الجهات فنرفع في شهر 6 تقرير نفس سنوي نقول لمجلس الوزراء هذه المشاريع اللي عندنا هذه السنة وهذه نسب اللي وصلنا لها حتى الآن من قبل تنفيذ هذه الوزراء في هذه المشاريع الشيء الحلو أن خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقارير مملكة البحرين في جينيف السنة اللي طافت حصلنا على 80 إشادة من أصل 92 بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين خطتنا الوطنية لحقوق الإنسان ما عملنا لها أي تجهين ولا أي بهرج إعلامية ولا أي مؤتمر كبير وأننا اليوم عندنا خطة وطنية لا لا هي مجرد كانت خطة أقارها من أجلس الوزراء وبدأنا نتابع في تنفيذ مشاريع فكانت مثل ما قلت لكم في البداية هي التزام وطني قبل ما يكون هناك التزام دولي ولكن إشادة 80 دولة بالخطة الوطنية المسار الصحيح ونسعى أن نكون اليوم على قد هذه المسؤولية بالتعاون مع الوزارات في تنفيذ كل المشاريع اللي احنا تعهدنا أن نحن ننفذها خلال الفترة من 2022 إلى 2026 الشيء الحلو بعد في خطتنا الوطنية نحن عندنا اليوم مثل ما قلت لكم 102 مشروع ربطنا مشاريع الخطة الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة فشفنا 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة 11 هدف منهم مرتبطين بمشاريع الخطة الوطنية فلما يتنفذ اليوم المشروع لأن نحن اليوم نفذنا هدف أو عززنا دورنا في هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة فبعد غضطنا هذه الخطة بأهداف التنمية المستدامة ولما استعرضنا لما استعرضت مملكة البحرين تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل قبلنا اليوم ب172 توصية يعني نحن استلامت تقريبا 254 توصية مجموعة توصيات كامل مملكة البحرين وافقت أن هي نفذ 172 توصية 172 توصية لما شفناهم شفنا 110 من 172 مرتبطين بمشاريع الخطة الوطنية شفناهم أنهم مرتبطين ب55 مشروع في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان فلما تنفذون ال55 مشروع كأن نحن اليوم نفذنا 110 من توصيات الاستعراض الدوري الشامل التوصيات هي عبارة عن الدول لما ناقش تغرير مملكة البحرين تعطي بعض التوصيات مجلس حقوق الإنسان يجمع كل هذه التوصيات ويعطيها مملكة البحرين مملكة البحرين تفرز هذه التوصيات وتقول أنا موافقة على هل قد من التوصيات ولكن أخذت علم بالمجموعة من التوصيات اللي نقول ما وافقنا عليه لأن تخالف عن شريعاتنا الإسلامية وتخالف بعض اللواح وقوانين ودستورنا اللي نقبلنا فيهم نحن مطالبين خلال الأربع سنوات أن ننفذ هذه التوصيات ومطالبين كل سنتين أن نحن نرفع تغرير بما تم إنجازة من هذه التوصيات فربطنا أيضا مثل ما ربطنا أهداف التنمية المستدامة مع الخطة الوطنية ربطنا أيضا التوصيات اللي حصلناهم مع مشاريع الخطة الوطنية فاليوم مثل ما مثلكم 55 مشروع مرتبطين ب110 توصية من توصيات الوبيار الحمد لله انتهينا من التغرير السنوي الأول الخطة الوطنية حفو الإنسان وانتهينا من التغرير السنوي الثاني هذه الباركود أمامكم إذا أحد يريد يصور يطلع على تغريرنا الأول بما تم إنجازه من مشاريع ويقدر يطلع على تغريرنا الثاني وبما تم إنجازه من مشاريع التغرير الأول يحتوي على كل المشاريع اللي كانت مفوطة في 2022 وشنو قدمت الجهات باختصر عن كل مشروع وما تم إنجازه والنسب موجودة وموجود أيضا معشر الغياس موجود أيضا ربطه بمشاريع بأهداف التنمية المستدامة وأيضا ربطه بتوصيات الـ UBR فبتشوفون من خلال التغرير أن هذا المشروع مرتبط بأهداف التنمية المستدامة مرتبط بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل فيه نسبة إنجاز وفيه معلومات عن ما تم إنجازه من قبل هذه الجهة في هذه التغرير تغريرنا السنوي الثاني اللي يرفع لمجلس الوزراء فيه مجموعة من المشاريع الإضافية فيه ما تم إنجازه من المشاريع 2023 وفيه نبذة عن مشروع طريج حقوق الإنسان وفيه معلومات أكثر عن شهادة الآيزو اللي حصلتها الخطة الوطنية السنة اللي طافت مشروع طريج حقوق الإنسان من المشاريع اللي أطلقتها وزارة الخارجية مؤخرا إحنا اليوم شفنا في مملكة البحرين عندنا مجموعة من الجهات تعمل في مجال حقوق الإنسان وتعزز حقوق الإنسان ولها دور بارز في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان فجمعنا هذه الجهات الخمسة وعشرين وحطناهم تحت المحاور الأربع الرئيسية اللي أعلننا عنها اليوم كخطة وطنية لحقوق الإنسان فقلنا مثلا تحت الحقوق المدينية والسياسية هذه الجهات مؤسس الوطنية حقوق الإنسان أمان العامة للطلبات منفوضية حقوق السجناء مركز الملك حمد مجلسي الشورى والنواب جمعية الصحفيين وحدة التحقيق الخاصة السجون المفتوحة المجلس العلل المرأة صرف الميطاق الوطني كلها الجهات تعمل في مجال حقوق الإنسان عندنا حقوق التضامن حقوق الاقتصادية وكلها هذه الجهات الموجودة الخمسة وعشرين الهدف من هذا المشروع أن نحن اليوم نعرف الزائر والمواطن والمقيم خاصة الزوار ليون رسميين وغير رسميين بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان فإحنا هذا اليوم عندنا اليوم طريج في هذه الجهات فلما يننا أي ضيق وأي زائر نقول له هذه إنجازاتنا في مجال حقوق الإنسان وهذه الجهات المدرجة على طريج حقوق الإنسان وين تب تروح؟ اختار لنا الأماكن الموجودة تب تزور السجون المفتوحة تب تزور المعساس الوطني لحقوق الإنسان تب تزور مركز الرعاية الاجتماعية تب تزور وزارة الخارجية بيروح هذه الجهة بيستقبلونا في هذه الجهة وخلال هذه الزيارة بيتم تعريفها بما تم إنجازها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا تعريفها بدور هذه المؤسسة اللي زارها وجهودها في مجال حقوق الإنسان فاحنا سوينا اليوم شاشة تفاعلية حابة تعرضها لكم يعني في عرضنا اليوم هذه الشاشة التفاعلية فيها ست لقات ست لقات هي الست لقات المعتمدة في الأمم المتحدة فلما نختار اللغة العربية بيطلع لفيديو تعريف في حق الزائر باللغة العربية عن طريق حقوق الإنسان بعدها تنفتح خريطة البحرين الخمسة وعشرين جهة موزعين على خارطة البحرين الخمسة وعشرين جهة لما يضغط على الجهة معينة تطلع على المعلومات اللي تقوم بهذه الجهة في مجال حقوق الإنسان يقدر من خلال هذه المعلومات أنه يتعرف على هذه الجهة وجهودها في مجال حقوق الإنسان ويقدر في نفس الوقت أنه اليوم يطلب زيارة لهذه الجهة ويتعرف أكثر على جهودها ودورها في حقوق الإنسان خلونا مع بعض ندخل شواء أنا أريد أن أعرض لكم على الشاشة ولكن حبيت أن أعرض لكم كشاشة تفاعلية اليوم عندنا في وزارة الخارجية حق هذا المشروع السلام عليكم معكم الدانا الحسن نرحبكم في طريق حقوق الإنسان ونأخذكم معنا في جولة إلى عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية في مملكة البحرية حياكم الله مملكة البحرية بتاريخها العليق وسجلها الحضاري المشرف في احترام الحقوق والحريات ووسط إنجازات حقوقية رائدة ومكانة دولية مرموقة تميزت في احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان إن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هما جناحاً تطير بهم البحرين إلى آفاق المستقبل وانطلاقاً من ذلك المهج أطلقت مملكة البحرين طريق حقوق الإنسان ألم يحوي على عدد من الجهات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان طريقه يسرد إنجازات المملكة فبعد ما يطلع الفيديو التعريفي عدد الزار حسب اللغة اللي اختارها تطلع لنا خارطة مملكة البحرين وتطلع لنا الجهات المدرجة اليوم على خارطة مملكة البحرين المدرجة اليوم على طريق حقوق الإنسان فيقدر من خلال هذين جهات الخمسة وعشرين اللي اليوم موجودة على هذا الطريق هذه الجهات ممكن قابلة للزيادة أو اللغة للنقصات مثلاً لو يغضط على أي جهة من هذه الجهات مثلاً تطلع الأمان العام للتظلمات ومعلومات عن الأمان العام للتظلمات ويقدر يلف من خلال هذه الخارطة يتعرف على كل هذه الجهات المدرجة على طريق حقوق الإنسان وأيضاً مثل ما قلت لكم نحن نتكلم عن ست لغات معتمدة في الأمام المتحدة ست لغات ست دبلوماسيين في وزارة الخارجية يتكلمون هذه اللغات فمثلاً ننطق على إيقاظ الصينية يطلع دبلوماسي وتتكلم باللغة الصينية الفيديوكم باللغة الصينية المعلومات الموجودة كلها باللغة الصينية لما نتكلم عن مثلاً اللغة الروسية تطلع دبلوماسية تتكلم بعد بهذه اللغة وهذه على سبيل المتعل فحنا اليوم هذه المشروع بدأنا بالفعل وبصراحة تطبيقها في بعض الزيارات اللي عادتها من الوفود عرضنا على مجموعة من الوفود اللي عادتنا قلناهم هذا طريق حقوق الإنسان عندنا في مملكة البحرين وين ودكم تروحون؟ اختارونا مجموعة من الجهات وراحوا هذه الجهات واستفادوا أكثر من ما تم انجازاً من داخل هذه الجهات خلال الاحتفال بالمذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مملكة البحرين في كلمة سعادة وزير الخارجية في الاحتفال الكبير اللي عقد في جينيب أعلنت عن تعهدات طوعية كان مطالب من الدول العالم كلها أنها تعلن عن تعهدات طوعية في مجال حقوق الإنسان تنفذها بعد الإعلان العالمي فاحنا في مملكة البحرين أعلننا عن إطلاق تعهدين دوليين طوعيين التعهد الأول أن احنا بنطلق هذه السنة إن شاء الله الإطار الوطني لحقوق الإنسان واحنا بنطلق أيضاً دبلوم دبلوماسية تعايش السلمي الإطار الوطني لحقوق الإنسان هو عبارة عن خمس مسارات خطة الوطنية مسار من المسارات توصيات الاستعراض الدوري الشامل مسار الثاني أهداف ومقاصد التنمية المستدامة السكوك الدولية والتقارير الدولية هذه كل إطار وطني شامل لمملكة البحرين بتم الإعلان عنه في الغريب العاجل يشمل كل الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان حقناهم في إطار وطني شامل الدبلوم الجديد الأول دبلوم متخصص على مستوى الشرق الأوسط بنطلقه إن شاء الله في مملكة البحرين اللي هو دبلوماسية التعايش السلمي ونفخر اليوم كبلد سياستنا سياستنا تركز الخارجية تركز على السلام والتعايش السلمي البرنامج يقدم من قبل جامعة السلام التابعة على الأمم المتحدة بمشاركة نخبة من خبراء الأمم المتحدة وسفراء وأكاديميين يستهدف الدبلوماسيين وكبار الموظفين من داخل وخارج مملكة البحرين مدة البرنامج يتكون ست شهور فعندنا مجموعة من الشركات سواء كانوا داخل مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين مثل أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية مركز الملك حمل التعايش السلمي جامعة ملقة في إسبانيا جامعة ألبت في إسبانيا وعندنا أيضا بعض المعاهد في مالطة فكل هذه الجهات بتكون إن شاء الله ويأنا شركاء في تنفيذ هذه الدبلوم اللي بينطلر إن شاء الله في الغريب العاجل سمحوا لي والله على الإطالة يعني الموضوع ما بيخلص ولكن نحن ملتزمين بوقت محدد مثل ما شفنا مع بعض حوغ الإنسان في مملكة البحرين هي إرث حضاري جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وإن شاء الله يتكون هي واقع يعني إنسان يتجسده للحقائق الواضحة أمامنا كلنا كلنا مملكة البحرين دبلوماسية هي دبلوماسية سلام هي عاصمة بإذن الله لحقوق الإنسان ومسيرتنا مسيرة تنمية مستدامة والحمد لله إحنا اليوم في مملكة البحرين أنه عد نموذج عالمي في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصعام كرامته وترزيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون حب أشكركم في ختام هذه المحاضرة وسمحوا لي على الإطالة وحب أشكر كل من شاركنا اليوم سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارج مملكة البحرين أنا جدا سعيد بوجود مجموعة من المشاركين من الخارج من اندونيسيا من مصر من الكويت من السعودية من الإمارات من عمان من العراق من فلسطين وإن شاء الله ما نسيت دولة من الدول حب أشكركم على مشاركتكم في هذه المحاضرة وحب أشكر أيضا هيئة التشريع والإفتاء على استضافتهم وإن شاء الله إذا في أي سؤال نحن نستعدين للإجابة كفيت وفيت سعادة المستشار وردنا عدم الاستفسارات ومنها لماذا لا يكون هناك مؤتمر سنوي تعقده الوزاة الخارجية لإبراز ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أنا سامح يا أخي مؤتمر سنوي؟ إيه لماذا لا يكون هناك مؤتمر سنوي تعقده الوزاة الخارجية لإبراز ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا يا أخي على هذا السؤال بالفعل يعني احنا بصدد تنظيم مؤتمرين دوليين مؤتمر محلي وطني بيكون ان شاء الله قبل شهر رمضان مؤتمر يتناول ما تم إنجازها في الخطة الوطنية بشكل تفصيلي بتم دعوة جميع الجهات والوزارات والطلبات الجامعات والمدارس والمعنيين في مجال حقوق الإنسان سواء من داخل مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين في تنظيم مؤتمر محلي نبرز في ما تم إنجازها في الخطة الوطنية حقوق الإنسان خاصة وإحنا قطعنا الحين سنتين ونص من تنفيذ مشاريع هذه الخطة وتبقاننا سنتين ونص فإحنا عندنا فكرة أن ننظم مؤتمر وطني. هذه المؤتمر بيكون على مدى ثلاثة أيام كل الجهات اليوم اللي عندها المشاريع في الخطة الوطنية بتتكلم في هذا المؤتمر بتبرز دورها وجهودها في مجال تنفيذها لهذه المشاريع ودورها أيضا في إعدادها للتغارير الدولية المعنية فإن شاء الله بيكون مؤتمر متكامل بتم الإعلان عننا في الغريب العاجل المؤتمر الثاني اللي بنسويه بيكون إن شاء الله في شهر نوفمبر الغادم اللي هو بنستعرض في أبرز تجارب وقصص نجاح الدول الأخرى في مجال خططها الوطنية لحقوق الإنسان بنستعرض تجرباتنا كمملكة البحرين وبنستعرض وبنستفيد من مجموعة من الدول العربية والأوروبية في إعدادها للخطط الوطنية وما تم تنفيذها من مشاريع في خططها الوطنية فهو استعرض لنجاحات وتحديات وقصص نجاح الخطط الوطنية واضح سعر المستشار هناك سعر الآخر هل تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في أعداد خططها الوطنية لحقوق الإنسان والاستفادة منها في السنتين الفترة لأعداد الخطة الوطنية نعم بالفعل كانت هناك زيارة في مجموعة من الدول الخاصة اللي قطعت شوط كبير في خططها الوطنية والاستفادة من تجاربها ولكن أنا اليوم أتكلم عن دول قاعدة تطلب من مملكة البحرين للاستفادة من تجربة مملكة البحرين في تنفيذ وعداد وأطلاق خطة وطنية متكاملة بالفعل كانت هناك كانت عندنا هناك مجموعة من الزيارات لمجموعة من الدول الخليج مجموعة من الدول العربية أيضاً مجموعة من الدول الأوروبية اللي هي طلبت من عندنا تدريب دبلوماسيها في أعداد خطات وطنية لحقوق الإنسان وآخراً كنا في مجموعة زيارات خلال هذه الزيارات نعرف هذه الدول بما تم إنجازها في خطاتنا الوطنية وشنون نحن اليوم سوينا لنا خطة وطنية وشنون نحن نتابع الخطة الوطنية المهم اليوم أن أنت تسوي لك خطة وطنية ولكن إذا ما تخلي لك مكتب تنفيذي تابع مشاريع وتنفيذ هذه الخطة فأنت اليوم ما سويت لك خطة وطنية فاليوم على سبيل المثال نحن اليوم عندنا خطة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا اللي أطلقها معالي وزير الداخلية لها المكتب تنفيذي لأن لها المكتب تنفيذي فنحن اليوم نشوف أثرها ونتلمس ما قاعدت قدمها هذه الخطة الوطنية من برامج وأنشطة ومبادرات فنفس الشيء اليوم خطاتنا الوطنية لحوق الإنسان لأن لها المكتب تنفيذي فتكون اليوم مبس كتاب أصدرنا وقلينا وطبعنا وحطنا في الماوقع لا لا في مكتب تنفيذي قاعد يتابع تمثيذ كل مشاريع هذه الخطة الوطنية نختم سعادتك بسؤال الأخير سؤال الأخير تفضل يا أخي بعد عام 2026 هل ستواصل لمملكة المحرين في أعداد خطة وطنية جديدة للعام للأعوام ما بين 2026 إلى 2030 هذه السؤال حاصل بالضبط السنوات هو الله يسلمك بلا شيء يعني مملكة البحرين ما دام اليوم هي تعهدت أنها تطلق خطة وطنية لحوق الإنسان للفترة من 2022 إلى 2026 من 2025 بنبتدي بصراحة في أعداد خطتنا اليديدة اللي بتكون من 2026 إلى 2030 بنشوف شنو الأشياء اللي نحتاج نطورها بنزيد عدد الجهات اليوم اللي ننفذ مشاريع خطة وطنية عندنا تصور مبدئي اليوم حق خطتنا القادمة بنسوي دراسة عن ما تم إنجازة من هذه المشاريع بنشوف شنو الإيجابيات والسلبيات اللي واجهتنا في الخطة الوطنية اللي هي الحالية اللي احنا بعدين نطبق مشاريعها بالعكس المملكة البحرين بتكون مستمرة ومثل ما قلت لك احنا اليوم عاصمة حقوق الإنسان بالفعل احنا مسيرة حقوق الإنسان مسيرة مستمرة بإذن الله وهذه الخطة الوطنية مجرد إثبات لما يتم إنجازة من جهود تبدلها مملكتنا وحكومتنا في مجال حقوق الإنسان دزيل الشكر لساعات المستشار نوار عبدالله من الطوع مستشار شرون الحقوق الإنسان بمزارة الخارجية على هذه المحاضرة القيمة وعلى أمل أن نلغاكم في محاضرة جديدة وتفضلوا بمقول تحيات فرق التدريب بهئة التشريع والرأي القانوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته